موسيقى صباحكم سعيد مشاهدين وأهلا وسهلا بكم إلى هذه النشرة الإخبارية من قلة الأخبار المغربية أطلقت مؤسسة محمد الخامس للتضامن يوم أمس بإقليم تونات حملة طبية وجراحية كبرى وذلك في إطار برنامجها للأنشطة الطبية الإنسانية خلال شهر رمضان ستعرف هذه الحملة إجراء تدخلات الجراحية لحالة المياه الزرقاء وجراحة الأمعاء لفائدة 80 مريد المحددين سابقا على مستوى المستشفى الإقليمي بتونات التقرير لوليد حمدي أعلوي في إطار برنامجها للأنشطة الطبية الإنسانية خلال شهر رمضان أطلقت مؤسسة محمد الخامس للتضامن بإقليم تونات حملة طبية وجراحية كبرى وستعرف هذه الحملة التي أعطيت انطلاقتها لفائدة سكان جماعة عين عائشة والضواوير المجاورة إجراء التدخلات الجراحية لحالات المياه الزرقاء وجراحة الأمعاء لفائدة 80 من المرضى المحددين سابقا على مستوى المستشفى الإقليمي بتونات سنقوم بإنجاز مجموعة من العمليات الجراحية سواء الجراحة العامة أو جراحة المياه الزرقاء يعني جلالة على سعيد المستشفى الإقليمي بتونات وكذلك أيضا الإجراء مجموعة من الفحوصات الطبية المتعددة التخصصات وتشمل خدمات الحملة الطبية أيضا تقديم الفحوصات والعلاجات المتخصصة للبالغين والأطفال بالمجان بالإضافة إلى توزيع 200 نظارة مخصصة بشكل أساسي للأطفال الذين يعانون من مشاكل في البصر نصر سيدنا ندوز على القلب وخدمهم معي أنني مير واحد مزيلا ندوز على الركابية عندي الجنب الكلاوي كحرقوني وركابي ونظار مازال ما ندوز شيء لنظار قالوا لي تلغدى ولإنجاز الحملة في أحسن الظروف وتوفير الرعاية اللازمة تم تسخير موارد بشرية ومادية وتقنية مهمة بالإضافة إلى فرق المؤسسة من أطور طبية ومساعدات اجتماعية كما سيشارك في هذه العملية التضامنية 28 طبيبا متخصصا و12 طبيبا عاما و16 إطارا من الأطور شبه الطبية أفادت المديرة العامة للمكتب الوطني للمطارات حبيبا لقلالج بمجلس النواب أن المكتب تمكن خلال سنة 2022 من تحقيق رقم معاملات بقيمة 3.9 مليار درهم أي بزيادة 86% مقارنة بسنة 2021 أو 2000 التقرير لأسامة العمراني أوضحت المديرة العامة للمكتب الوطني للمطارات حبيبا لقلالج في عرض حول الوضعية المالية للمكتب قدمته أمام اللجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب أن المؤسسة تمكنت من استعادة توازناتها المالية بعد سنتين من أزمة كورونا وتحسين قدرتها على التمويل الذاتي بفضل رقم المعاملات المحقق والذي يصل إلى حوالي 4 مليار درهم خلال عام 2022 تتعقد للجنة المالية وتنمية الاقتصادية وجوش ديل الاجتماعات بشهد المؤسسة العمومية اللي بالاختصاص ديل لجنة المالية وتنمية الاقتصادية مرقبات الإشراف والاختصاص ديلها للمؤسسة العمومية والشركة الوطنية تجي بشتكّمنا عرض مفصل حول التدبير المالي ديلها يعني الإقراءات اللي عندها والبرامج ديالها والإخفاقات والمشاكل اللي عندها وأكد وزير النقل واللوجستيك محمد عبد الجليل الذي حضر هذا الاجتماع أنه بالرغم من تأثر المكتب الوطني للمطارات بأثار أزمة كورونا على قطاع النقل الجوي والذي كلفه خسائر قاربة ثلاثة ملايير درهم فقد أبان المكتب عن قدرته الكبيرة على التأقلم ووضع جملة من التدابير الداعمة لشركائه من المقاولات وشركات الطيران التي ساعدتها على تحمل أثار الأزمة الصحية ومكنتها من السئناف أنشطتها في أحسن الظروف مضيفا أن قطاع النقل الجوي عرف انتعاشا ملموسا سنة 2022 وهو ما مكن من استعادة دينامية تحقيق الأرباح إذ عرفت حركة النقل الجوي للمسافرين استقبال أزيد من 20 مليون مسافر بمعدل استرجاع قدره 82% مقارنة مع سنة 2019 دوليا وعقب الانضبام الرسمي لفنلندا لحلف شمال الأطلسي أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف أن هذه الخطوة تشكل تصعيدا آخر للوضع وأن موسكو تعتبره مساسا بأمن روسيا شيما بكا في المتابعة بعد عقود من الحياد فنلندا تنضم رسميا لحلف الناتو لتصبح بذلك الدولة الحاضية والثلاثون في حلف شمال الأطلسي الرئاسة الفنلندية أعلنت بشكل رسمي انضمامها لحلف الناتو وهو ما أكده الأمين العام للحلف يينس توتلبرغ الذي قال إنه لحظة تاريخي وأن الخطوة من شأنها أن تجعل فنلندا أكثر أمنا روسيا من جهتها نددت بهذه الخطوة واعتبرتها مساسا بأمنها وتوعدت باتخاذ إجراءات مضادة التنديد جاء على لسان الناطق باسم الكريملين حيث وفور الإعلان عن انضمام فنلندا لحلف الشمال الأطلسي قال ديمتري بيسكوف إن هذا التسعيد الجديد للوضع يشكل مساسا بأمننا وبمصالحنا الوطنية ومع انضمام فنلندا إلى الناتو سيزيد الطول الإجمالي للحدود بين روسيا والحلف الدفاعي بمقدار الضعف تقريبا ومن جانبه رحب الرئيس الأمريكي جو بايدن بالنمام فنلندا رسميا إلى حلف شمال الأطلسي الناتو لتصبح العضوى الحادية والثلاثين فيه وأبدى الرئيس الأمريكي فخره بانضمام فنلندا إلى هذا الحلف التقرير لصفية عصمان رحبت الولايات المتحدة بانضمام فنلندا إلى حلف شمال الأطلسي الناتو مبرزة أن الدولة الإسكندنافية أقوى وأكثر أمنا داخل الحلف وأكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين في بيان صدر في واشنطن أن التحالف أقوى وأكثر أمنا مع فنلندا كحليف وأبرز بلينكين أن فنلندا تتوفر على جيش ذي كفاءة عالية وشاركت بشكل نشط في العمليات التي يقودها الناتو مضيفا أن فنلندا تشارك الولايات المتحدة قيمها ومؤسساتها الديمقراطية القوية وأكد رئيس الدبلوماسية الأمريكية بأن انضمام فنلندا سيعزز دفاع الولايات المتحدة الجماعي ويساهم في تحسين قدرتها على الاستجابة للتحديات الأمنية في المنطقة الأوروبية الأطلسية وأصبحت فنلندا رسميا العضو الحادي والثلاثين في الناتو بعد تسليم وثائق العضوية بمقر المنظمة في بروكسل وقام وزير الخارجية الفنلندي بتسليم هذه الوثائق إلى نظيره الأمريكي الذي تعد بلاده الوصي على معاهدة واشنطن لعام 1949 المؤسسة لحلف شمال الأطلسي دوليا دائما وخلال اجتماع في بروكسل لمناقشة تأثير الحرب الروسية الأوكرانية تعهدت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بالعمل لضمان إمدادات من الغاز في حال حدوث تعطلات في تدفقات خطوط تنابيب الغاز في حين يتزايد التواثر إثر سيطارة القوات الروسية على أوكرانيا شيماء جبران وباقي التفاصيل في خطوة نحو الأمام والاستغناء التام عن الغاز الروسي أفدت مجموعة عمل أوروبية أمريكية بأن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي يعتزمان الحفاظ على مستويات عالية من أمدادات الغاز الطبيعي المسال الأمريكي إلى أوروبا وخلال اجتماع في بروكسل لمناقشة تأثير الحرب الروسية الأوكرانية أكد الجانبان التزامهما القوي لمجابهة أزمة الطاقة وأخذ حزمة من التدابير والإجراءات للتصدي لأي محاولة لزعزعة استقرار وضع الطاقة العالمية وحددت المجموعة أولوياتها لعام 2023 والتي ترتكز بالأساس على التقييم المستمر لأسواق الغاز الطبيعي المسال وتوريد ما لا يقل عن 50 مليار متر مكعب من الغاز الأمريكي إلى أوروبا وتقليل انبعاتات الميثان وتوفير الطاقة ويبقى التنسيق المحكم مع الحلفاء والشركاء هو السبيل الأمثل لضمان إشغال مرافق التخزين بحلول الشتاء المقبل في حال أغلقت روسيا الصنبور أو بدأت حربا تعرقل تدفق الغاز عبر أوكرانيا هذا وأعلنت الولايات المتحدة يوم أمس عن حزمة مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا بقيمة 2.6 مليار دولار تشمل ذخائر لراجمات الصواريخ هيمارس وقدائف مدفعية وأسلحة صغيرة وتشمل حزمة المساعدات أيضا ذخائر لمنظومتين الدفاع الجوي باتريوت ونسانس إضافة إلى صواريخ مضادة للدروع تستخدمها مراكبات المشاة القتالية برادلي التي وعدت واشنطن سابقا كييف تزويدها بها وفي خبر آخر دفع الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب ببراءاته من كل التهم الجنائية الموجهة إليه وذلك بعد مثوله أمام محكمة في نيويورك حيث وجه إليه رسميا الاتهام بتزوير مستندات محاسبية وذلك في جلسة تاريخية أمام قاد في نيويورك قد تفتح المجال لمحاكمته خلال أقل من عام وغادر ترامب مقر المحكمة الجنائية في منهاتن في نيويورك بعد انتهاء الجلسة من دون أن تفرض عليه أي شروط أو مراقبة قضائية يجلس سياح في المجلس العربية التقليدي في دبي حول وليمة كبيرة انتظارا لأذاني المغرب ليعيش تجربة إفطار رمضان هؤلاء الزوار يحضرون مناسبة يستضيفها مركز الشيخ محمد بن راشد المكتوم للتواصل الثقافي الحضاري بهدف تعريف الأجانب بالثقافة الإماراتية ومشاركتهم عادات شهر الصوم التقرير لوليد حمدي علوي بمركز الشيخ محمد بن راشد المكتوم للتواصل الثقافي والحضاري وبهدف تعريف الأجانب بالثقافة الإماراتية ومشاركتهم عادات شهر الصوم يجلس سياح في المجلس العربي التقليدي في دبي حول وليمة كبيرة انتظارا لآذان المغرب ليعيشوا تجربة إفطار رمضان ما نفعله هنا في الواقع نبدأ باستضافة الزوار ونقدم لهم التمر والماء ثم نتركهم ينتظرون حتى وقت آذان المغرب ليفطروا ويطرحوا علينا بعض الأسئلة بعد ذلك نذهب للمسجد نرتب لهم زيارة المسجد وبعد ذلك نريهم أسلوب الحياة البدوية ثم نعيدهم بعدها للمنزل للسماح لهم بتناول بعض الطعام وطرح بعض الأسئلة علينا سواء نحن أو المتطوعون معنا وبعد أن ينادى لآذان المغرب يفطر الزوار على التمر والماء قبل أن يتذوقوا سريعا مأكولات إماراتية بما في ذلك أطباق الأرز وبريان اللحم والمكبوس إضافة إلى الحلويات التقليدية من خلال زيارتي خاصة في شهر رمضان أرغب في معرفة المزيد عن الأهمية الثقافية وكيف أن الناس في الإمارات وفي دبي يحتفلون بذلك ولذا قد أوصل جميع عبر الأنترنت بالفعل بزيارة هذا المكان كتجربة جيدة حقا مكان يمكنك فيه طرح الأسئلة والتعلم دون التعرض لأي أحكام واعتبر الزوار هذه المبادرة فرصة سانحة حيث لم يدخل معظمهم مسجدا من قبل لذلك فإنها فرصة جيدة لتجربة هذا الإحساس وسأل السائحون المتطوعين الإماراتيين في المجلس عن أشياء كثيرة بينها الزواج والعلاقات الاجتماعية وأمور مختلفة في الثقافة الإسلامية كانت هذه آخر مواد نشراتنا تفاصيل أوفو عن أخبار المغرب والعالم تجدونها على موقعنا الإلكتروني شكرا لكم على راتب المتابعة دمتم في أماني لها